أكد رئيس أركان البشمرقة جمال إيمينكي أن زيارة القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي إلى مخمور كانت إيجابية ومثلت رسالة تطمئنان للأهالي بأن التنسيق والتعاون بين الجيش والبشمرقة سيتعزز لحماية المناطق الفاصلة وكشف إيمينكي عن تنسيق عالي بين الجيش والبشمرقة وخاصة عقب فتح مراكز التنسيق الستة في أربيل وبغداد وخانقين وكركوك ومخمور وغرب دجلة إضافة إلى عمليات عسكرية مشتركة نفذت في الأونات الأخيرة وأعلنت وزارة البشمرقة انتهاء عملية التنسيق المشتركة التي أطلقتها بالتعاون مع الجيش العراقي في محور كرمسير وقراتبة بين ديالة وكركوك بهدف إبعاد مخاطر إرهابي داعش وتدمير معاقلهم في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك